السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعرفكم بنفسي أنا أمل الهوساوي أخصائية نفسية أكلينيكية اليوم إن شاء الله موضوعنا رح يكون عن أهمية الحب في التربية الناجحة خلال الأسرة أو من خلال الأسرة لكن في البداية حابة أشكر جمعية إشراق لإتاحة الفرصة لي أنه أتقدم وأقدم خدمة بسيطة للمجتمع واللمواطنين والأبناء هذا الوطن فلهم الشكر الجزيل على إتاحة هذه الفرصة نرجع الآن لموضوعنا زي ما قلنا الحب هو طبعا هو أساس الحياة طيب واللي تحتاجها الأسرة بشكل عام وبالأخص الأبناء سواء كانوا أطفال سواء كانوا مراهقين سواء كانوا حتى كبار ويافعين حتى أنا أشوف أنا من ناحيتي أشوف أن الحب هو استمرارية للحياة إذا ما في حب معناته خلاص على الحياة تتوقف وهذا طبعا يتفق كلامي مع عالم كان يقول أنه إذا انتزع الحب من العالم يصبح العالم قبر وأنا صراحة أن أؤيد في هذه النقطة فالحب هو شعلة الحياة وهو الأساس والركيزة الأساسية في التنشئة إذا كنا نطمح إلى تنشئة آمنة وسليمة نفسيا في أسرنا وحياة آمنة ومستقرة بإذن الله فإحنا نحتاج الحب فيها ونحتاج نميها ونطورها فكلنا نطرح ممكن أسئلة وطرحناها لما كنا صغار وما زلنا صراحة لحد الآن نطرحها وهي تكون ساعات أسئلة محرجة لوالديننا وساعات عيالنا الآن بدأوا يطرحونها علينا في حياتهم أنه قديش تحبونا كيف تحبونا فمثل هذه الأسئلة المحرجة اللي تجينا وإحنا كنا نطرحها أول إذا كان طفل واحد فالحمد لله يلا السلامة بالنسبة للوالدين فعلى طول دائما يعبرون عنهم أنا أحبكم خصوصا عاد إذا كان معاها بعد تفاعل جميل حركي اللي هي خماوي أنا أحب قد الدنيا أنا أحب كثر السماء فهذه إجابات الحمد لله ترح تريح الطفل وتشعر بالأمن والسعادة وأنه فعلا الدنيا ما هي قادرة تكفي عشان هو ارتاح وطمن نفسيا من الإنسان هذا اللي يعتبر هو فعلا مصدر أمن بالنسبة له في هذه الدنيا فما بالك عاد إذا كانوا بسم الله عليهم ما شاء الله كثار اثنين ثلاثة أربعة هنا عاد تحتاجين أنت مهارة ويحتاج الأب مهارة في التعامل مع وصفه وآلية تعبيره لحبه طبعا إحنا كل العيال إن شاء الله يكونون عندنا واحد بالنسبة للأبا والأمهات كلهم واحد ما في لا نفرق بين كبير ولا بين صغير في موضوع الحب وكمية الحب وإشعارهم بهذا الحب والدفع كلكم عندنا زي بعض يا ماما كلكم حبايبنا كلكم عيالنا كلنا نحبكم قد السماء كلنا نحبكم قد البحر ما نفرق أحد عن أحد هذه تشعرهم كلهم بالأمان تشعرهم بالراحة تشعرهم بالطمأنينة وهذه اللي فعلا الأسرة السليمة تحتاجها عشان تقدر تبني وتنتج في أطفالها فنحاول نتعامل مع مثل هذه الأسئلة المحرجة بشكل جميل وبمنطق عقلي واقعي فعلا لأنه ما في أكيد أحد من الوالدين يفضل أحد على الثاني إلا في ما ندار أول ومفترض أنه كمان ما نبين الشيء هذا أثناء ما نتعامل مع عيالنا ونربيهم عليه لأنه فعلا الغالبية من علماء النفس أو التربية بشكل عام أجمعوا على أنه لما نشعر الطفل طول ما إحنا قاعدين نشعره بالحب من الأمور الهامة عشان إيش؟ عشان نطوره يطور في النمو وأثناء ما تنشأته ينشأ بشكل سليم ونفسه مريح الأسرة اللي ينعم أطفالها وأبناءها بالحب تتوفر فيها أسباب كثيرة من المشكلات النفسية والاضطرابات النمائية اللي ممكن أثناء أطرابات طبعا نفسية سلوكية أثناء ما هو ينمو يعني قصدي طيب اللي قد تصيب الأبناء في طفولتهم ممكن تشعرهم بالراحة هذا الحب طول ما إحنا حسسينهم فيه يشعرهم بالسعادة هذه تخفف كثير كثير من ظهور أي مشكلات أو أعراض سلوكية تجيهم مستقبلا ولو بالإمكان لو لا سمح الله جت تكون وقعها وأثرها أخف بكثير من اللي أساسا ما تعرض ولا استشعر الحب ولا حسسنا إحنا بالأمان طيب السؤال الحين المهم ممكن يرى لتو الذهن إحنا الحب هذا زي ما أنت قاعدة تقولين إنه مهم ولا بد أنه نبينه للطفل ونشعره فيه متى نبدأ نبينه ومتى نبدأ نشعر طفلنا فإحنا نحبه أنا أقول لكم أنه المفروض إحنا نبدأ نشعر فيه وهذا مو مسألة من عندي أنا لا هذه أساسا في العلم يعني دائما كانوا لما الحين الأم تحمل دائما يقولوا لها لازم تكونين مرتاحة الأسئلة اللي دائما تيجي الأمهات ساعات أو ثناء فترة الحمل الأولية أنتي كان عندك تخطيط مستقبلي أنه أنتي تجي بنتطفل أنتي مهيئة نفسيا أنه أنتي تستقبلين بيبي أنك أنتي تتحملين مسؤولية شخص كائن حي يبي حنان يبي حب عكس أنه أنتي بتوفري له رعاية وأكله شرب لا بتعطينا بتشعرينا بالحب هذا بالدفء أنتي راغبة بوجوده على الدنيا ولا لا هذه كلها طبعا لما نرجع نفكر فيها نعرف أنها فعلا هي أساس وبدايات إشعار الطفل بالحب فمعناته أنا لابد أنه أنا أشعر الطفل بالحب وأعطيه وخليه يحس بالدفء هذا من يوم قررت أني أنا أكون أم وربي يرزقنا إن شاء الله بذرية فمعناته لازم أشعر الطفل من يوم هو في بطني أنه أنا راضية فيه وقابلة فيه وهذا طبعا لما نجي كمان لديننا الحنيف وعهد الأنبياء عليهم السلام الله سبحانه وتعالى كان يبشرهم ونذكر آيات كثيرة ذكرت بالقرآن تبشر معناته أنه هذول نعمة من الله سبحانه وتعالى وخير ورزق وأنا قاعد أبشركم رب العالمين قاعد يبشر الأنبياء فيه عندنا صورة هود وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها في إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب طيب هذا دليل على البشرة فأنت لما تبشر فهذا شيء جميل ولما بشر مريم رضي الله عنها بعيسى عليه السلام إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه يحيى اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين صدق الله العظيم فكل هذه البشرات الله سبحانه وتعالى سبقنا فيها عز جلاله والأحاديث وكثير من الأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كمان كانت تبشر وتبدن حتى سلوكيات الرسول عليه الصلاة والسلام في التربية كانت كلها حب كلها تعبر عن الإشعار بالأمن إشعار الطفل بالمودة كان عليه الصلاة والسلام ما يمر من عند أطفال إلا لامس هذا ومطبطب على كتف الآخر يشعرهم بالود والمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كان فيه عنده حديث ذكره واحد من الصحابة أنه كان يأخذني على فخده الأيمن ويأخذ من الحسن أو الحسين على فخده الأيسر ويقعد يتكلم معهم ويلعب معهم فكان الرسول حنون ودود في تعاملاته في حياته مع الصغار ومع الكبار فهذا دليل كبير أنه الحب لابد أن نشعر فيه عياننا ونعيشه في حياتنا عشان نقدر نعيش حياة سليمة أيضا نقول حن العالم الحديث الحين بالعلم والتقنية الجديدة كلهم يؤكدون على أهمية الحالة النفسية للأم الحامل ومدى تأثير تقبلها للحمل في مثلا وضع الجنين نفسه على نفسيتها أنه طول ما أنت مرتاحة طول ما أنت قاعدة تعطين وتشعرين طفلك اللي داخل رحمك هذا بالأمن والأمان والطمأنينة كثير من الدراسات ذكرت هذا الشيء أن الطفل الذي يشعر وهو في بطن أمة أنه إذا كان مرغوب فيه هو من قبله سواء الأم والأب وقاعدين ينتظرون جيدة بفارغ الصبر بشوق وسعادة راح يشعر إن شاء الله الطفل هذا يطلع على الدنيا بأنه مرتاح نفسيا مهيئ أنه يستقبل الحياة بشكل جميل لأنه شاعر بالأمن والحب والدفء من يوم كان في البطن الأمة لذلك الدراسات كلها أثبتت أنه طفل حديث الولادة هذا الميطلع على الدنيا إن شاء الله إذا كنت أنت مانحته ومعطيته الحب والحنان والقبول ومشعرته فيه من يوم ما كان في بطنك استقبلتيه على الدنيا بضمة بحضنة ببوسة حسستيه بأمنك بحرارة جسمك هذه كلها تولد عند الطفل شعور بالأمن بالراحة يكون طفل هادي ساكنة نفسه إنسان سوي بإذن الله يحب يقدر يحب بعد كذا وينحب وينمو ويتطور بشكل طبيعي عكس سبحان الله الطفل اللي يخرج للدنيا غير مرغوفي لأنه أساسا أثناء فترة الحمل الأم مثلا ما كانت راغبة في الحمل لأي ظرف من الظروف سواء كانت صحية أو هي أساسا ما كانت مستعدة ما أشعرت الطفل هذا ما أشعرت أن كل وقت حملها كانت تعبانة زعلانة مضايقة كان كله هذا ينعكس على الطفل وهي ما تشعر لكن للأسف كان يأثر عليه وهيئ أنه يظهر على الدنيا وحاسس أنه هو طفل غير مرغوف فيه ما حضنته بعد الولادة مكملت مثلا أو ما أشعرته بدفء المحبة حرم من ضمة الظراعين الصوت الحنون الأشياء هذه تطمن الطفل أساسا بعد ما يجي للدنيا يكون دائما ضكاي فيه شي زعج وما فيه شي إذا طالما أنه ما شعر بهذه الأمن والطبطبة والحنية والضمة هذه اللي على الصدر راح يكون عنده شي ناقص مستقبلان راح تظهر فيه أثناء نموه الرباط اللي بين الأم والطفل ساعات هو نقول إحنا الركيزة الأساسية لصحة الطفل النفسية أو تكون للأسف الشديد منطلق لمرض نفسي لا سمح الله مستقبلا أرجع استذكر واستهدي بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام في موضوع حب الأبناء زي ما قلت أنا أنس بن مالك كان يقول لما يشوف الرسول أي أحد طيب من الأطفال يقول ارحموهم أن الله يرحمهم فلابد أننا نشعر الأطفال بالرحمة هذه والمحبة طول ما نحن متعايشين معهم ومتواجدين لأننا نطمح بأسرة سليمة بأسرة خالية من المشاكل بقدر ما نقدر حديث الرسول وتعاملات الرسول النبوية هي اللي تساعدنا كثير في تربية عيالنا وضحت لنا أشياء ممكن نحن نتخالف فيها وما يكون عندنا أي قدرة على فهمها هذه كلها طول ما نستشعر الحمد لله نحن عندنا كمها من أساليب التربية الجميلة أولها من الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده الخلفاء الراشدين وما بعده الحمد لله العلم والعلم الحديث اللي نقدر نستقطي منا الأشياء اللي تناسبنا أيضا وتناسب مجتمعاتنا وتناسب ثقافتنا إحنا كمجتمعات إسلامية عربية كل هذه تساعدنا على أننا نطور عندنا برضه ما ننسى الموروث التاريخي لنا أهلنا والدينا أجدادنا كلهم الله يعطيهم الصحة والعافية ناخذ منهم الجميل اللي تربينا عليه وعلى أساسه ونعرف أنه راح يهدينا ويساعدنا على تربية عيالنا مستقبلا كمان العلم زي ما قلت أنا الحديث ناخذ مننا اللي يفيدنا لأنه ذكر علي بن أبي طالب أنه ربوا أبنائكم على حسب الزمان برضه يهيئوهم يعني الحمد لله احنا تلقينا في زمن معين ما يمنع أنه نشوف الزمن الحديث ونحاول ناخذ مننا الشياء السليمة اللي تتعدنا على أننا كمان نواصل تنشئة وتربية أبنائنا بشكل سليم ونفسي يواقب المجتمع الحين والتطور اللي قاعد يصير والأحداث عشان كمان نزيل عنهم المخاوف والضغوطات ولا سمح الله المشاكل اللي مستقبلا ما نعرف كيف فإحنا نكون مهيئينهم لزمان لزمنهم ما يمنع أننا نثبت على شغلات معينة في حياتنا وتربيتنا الأصيلة لكن كمان نساعد على أننا نتطور للأحسن في الأحسن السؤال هنا برضه شو نقول لو حرمنا الطفل وما حصل على خلينا نقول هذا صار عنده حرمان عاطفي ما حصل على دفء المشاعر ما حصل على الحب هل له تبعات هل له آثار معينة أكيد رح تكون له آثار الجواب أنه إذا ما عرضنا الطفل لهذا الدفء وهذه الحب وهذه المشاعر الجميلة الحنونة وما أغرقنا فيها أكيد رح يكون عندنا حرمان عاطفي رح يكون عندنا انحرافات لا سمح الله موجودة في حياته أثبتت الدراسات أنه العديد العديد من الممارسات الغير جيدة اللي ممكن الآن قاعدين نشوفها وتواجهنا في حياتنا مع أطفالنا انتشرت كثير في المدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة أنه في انحرافات شوية سلوكية في أشياء طرابات أو مشاكل سلوكية برضو طلعت عندهم خلنا نقول مثلا يكون عدوان شاغلات نفسية تكون عندهم تبول لا إرادي تنمر تلفظ بألفاظ ألفاظ غير جيدة الغضب أو العصبية القلق هذه المشاكل وهذه الأحداث اللي ممكن تصير لما نرجع لأسبابها ونشوف المسببات لها وظهورها نرجع نقول إنها تقليل من المشاعر الحب والدفئ ما حصل عليها الطفل من البداية في أسرته لذلك علينا أن لا إيش نوقف الحب هذا أبد لابد أن نطلع بكل طرق اللي إحنا نقدر عليها لأن هذا التقليل منها يسبب زعزعة تأمن نفسي بالنسبة لهم يسلب منهم الطمأنينة من قلوبهم يخليهم شوية متزعزعين مهم عارفين كيف الحياة وش اللي قاعد يصير فيها تأثر عليهم نفسيا زعزعة الأمن النفسي وسلب الطمأنينة من قلب الطفل حتى لو الأشياء هي سرش سعادته وسرش شعوره بالأمن والطمأنينة النفسية من خلال أن نقول حتى الكلمات ما نخلي الموضوع أنه حبنا له مشروط هذا الغلط اللي سعاد نضع نفسنا فيه حبنا أنا أحبك أنت أفصل السلوك عن اللي يقوم فيه الطفل عن الروح وعن هيئته وعن هو هيكله الجسمي أنت ولدي أنت حبيبي لكن أنا مثلا لما أبي أعاقب أو يصدر منا سلوك أو يصدر منا أعاقب السلوك لكن ما أقول أنا ما أحبك عشانك سويت كذا لأ أنت حبيبي وقلبي لكن والله لو أننا إحنا قمنا بالحركة السلوك هذا نعرف أنه نغير وش رايك نجرب هذا أحسن والله أنت بطل سويت كذا أحب أنا نستمر في هذه النقطة وش رايك عشان نلعب مع بعض عشان نستفيد من بعض عشان تتقوى علاقتنا معاهم أكثر ما أنقد أحاول أني أنا ما أنقد طيب أنقد الغلط لكن ما أنقد الشخص وأقل مقيمته النفسية الذعتية لأن هذه هي المدمرة إذا ادمرت نفسيته صار يحس بأن حبي أنا له مشروط بأنه يقوم بسلوك صح ماما مرح تحبني عشاني أنا كذبت ماما رحين تكرهني عشان أنا خذيت الشغلة وهذه من أخوي غصبا عنه لا ما أساوم حبي له ما هو مساومة طول ما أنت جيد في سلوكك طول ما أنا راضي عنك وحبتك لكن أخفقت أنا أسحب حبي هذا لا هنا فعلا هي هذا المشاعر التزعزع في المشاعر والحب له أكون أنا قاعدة أشتغل عليها غلط رح أنشأ لطفل ممكن وضيع يسمع الكلام ومؤدب عشان سلوكه يصدر صح لكن هو قاعد يتجنب الخطأ ويجنب كلمة أنك أنت تكرهينه أو تقولي لأنا ما أحبك عشانك أنت سويت كذا هذه نحاول بقدر ما نقدر نفصلها تماما أثناء ما إحنا قاعدين نربي عيالنا الرسالة اللي أنا أبي أقولها هي أنه لابد أن نحبهم حب غير مشروط نقبلهم بمزاياهم وعيوبهم نفصل بين الفعل والفاعل الفاعل هو ولدي الفعل هو السلوك اللي قاموا فيه نفصل هذا عن هذا ونستشعر هذا الكلام برضو زي ما فعل الرسول عليه صلاة والسلام لما درى أنه واحد من الصحابة رضي الله عنه اللي هو عبد الله بن عمر ما كان يقوم الليل فهو سمع الكلام هذا فما جاء قال لا أنت ليش ما تقوم الليل حالك حال باقي الصحابة أبدا جاء وش قال له قال خير خير العبد عبد الله بن عمر طيب خير العبد عبد الله بن عمر لو كان يصلي الليل ما جاء أنكر عليه ولا هزأ ولا صارخ عليه ولا نقده قال أنت ما شاء الله أمورك مرة خير وكل شيء فاضل بس أنك أنت تقوم الليل برضه لما جاء واحد مرضو من الصحابة رضي الله عنهم طيب وفي موقف من المواقف صار له فالرسول عليه الصلاة والسلام زعل وتضايق وقعد كده بينه وبين نفسه لما جاه وحي من الله سبحانه وتعالى فما الرسول غضب على عشيرته ولا استنكر هذا الكلام طيب وأنهم هم عصوه وأنهم بعدهم يتقبلون ما هم قابلين كنبي وكانوا يأذونه فما جاء يعني الله سبحانه وتعالى فما قال له فإن عوصوك فقل إني بريء مما تعملون ما قال هذا الكلام ما قال أنا أتبرى منكم بس أنه تضايق من هذا الموضوع ولا أنكرهم هم لكن أنكر السلوكيات أو الشغلات ولا أنكر نسبهم له ولا تقبولهم له لكن أنكر الأخطاء اللي هم كانوا يشتغلون عليها فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نأخذه إحنا لنا مثل إحنا عشان نوضب ونمتلك وننشأ بيئة سليمة وبيئة نفسية جيدة لأطفالنا لابد أنه نفصل زي ما قلت أنا الفعل عن الفاعل طيب في حياتنا العامة بشكل عام وفي تربيتنا بالأخص مع أولادنا حب الطفل ليس فقط متمثل في تربية احتياجاته لابد أن نعرف هذا الشيء مو بس عشان يعني أنا وفر لأكل وشرب وملبس وأشياء تتعلق بي نموه وتطوراته الجسمية والعقلية وبس أرهم علي وأبدأ ما علي أني أنا أطور نفسيته وأشتغل عليها لأن هي هذه الأساس النفسية إذا ما كانت سليمة سلوكياته خلينا نقول راح تتمثل فيه أشياء عقلية هذه هي اللي راح تتأثر الأشياء الجسدية راح تنمو ما لنشأ لكن ممكن يستغلها في أمور غير جيدة لكن طالما أني أنا أشتغلت على الأساس والمبدأ الأساسي فيه اللي هي النفسية راح إن شاء الله بإذن الله يظهر عندنا شخصيات قوية قادرة أنها تنمو في الحياة تتطور تظهر عندنا شخصيات قادرة تدافع عن نفسها وتتكلم بشكل إيجابي وسليمة بإذن الله إذا ما قلنا مئة بالمئة هي ثمانين بالمئة أو تسعين بالمئة قادر أنه يعبر يعبر عن مشاكره بشكل جميل ويعبر عن مشاعره الدالة عليه بشكل داعم سواء بملامح الوجه والتعبيرات بشكل جدا جيد طيب هذه كلها الأمور تساعد على التربية وتساعد على أننا نرتاح بعيالنا أكثر يطورون في مهاراتهم وقدراتهم طالما أنه في حب طالما أنه في دفع طالما أنه في إشعار بالأمن اللطف والمحبة والحلم لتفهم والإشعار بالمشاعر هذه كلها تنشأ لنا جيل جميل محبوب ومقبول وقادر على أنه يعبر عن نفسه ويظهر في شخصيته بشكل جميل المحبة إحساس وشعور وأشياء حقيقية لابد أننا نوفرها القدرة على قولها عشان أنه برضو طالما أني أنا موجودة عندي الحب لازم أني أنا أقدر أعبر عنه إشيء فائدة أني أنا أحبها لكن ما عبرت عنه التعبير جدا مهم عشان يقبل الطفل ويفهمه والأبناء يفهمونه خصوصا خصوصا في فترة المراهقة الصغار يجيس حتى لو ما كان عنده قدرة على الاستخرج أو الكلمات الجميلة الكلمات الواضحة أنه يسأل عنها أبسطها أنه بس كيف تحبيني يا ماما أنت تحبيني ولا لا الكبار خلينا نجي نقول للمراهقين اليافعين اللي من عمر عشرة فما بعد هذا لو يحتاجون إشعار بالحب دائما لهم إشعارنا لهم بالحب عن طريق إيش على أننا نجي نقعد نتكلم نتحاور نتواصل معهم شفاهيا نشوفهم إيش قاعدين يفكرون فيه نخصص وقت لهم إذا ما إحنا قاعدنا وعبرنا عن هذه المشاعر وتكلمنا فيها ما رح ممكن ما يفهمونها ما يفهم مثلا أنه فيه أباء كثير يقولون والله هن نحبهم بس ما عندنا وقتا في حين نقعد ونتكلم نشتغل كل عشان هم عارفين إنا نشتغل ونجيب فلوس ونحط ونغلق وقتنا برا عشان نحبهم عشان أهلا حبيبي وشلونك طيب أبو سمع راسة أبو سمع أحضنة هذي كلها بحد ذاتها تنسيهم الوقت الخمسة ست سبع ساعات أنت برا مشغول عنهم على مضض أني أنا قاعد عشان أشتغل هم ما يفهم هذا هم عارفين وإحنا ملزمين إن نوفره لكن إحنا نبي نتكلم معهم ونعبرهم عن هالحب أدخل مع بعض خمس دقائق مجرد الاستشعار إشعار بأن هذا الإنسان عندي مهم هذا حتى وأنا جاية تعبانة دخلت عليه وقعت معه وسولفت معه الخمس دقائق هذي والله تعني لهم الكثير تعني لهم أكثر من إني أنا أعطيه خمسين ريال أو مئة ريال أشياء معنوية حضنتي لها وبوسي له قبل ما ينام وسواليفي معه لو خمس دقائق زي ما قلت أنا هذه فعلا تجسد أشياء جميلة طمأنينة نفسية تخليهم يقدرون يواصلون حياتهم بشكل جميل أكثر قلنا ما يكفي القول باللسان تعبيرنا عن الحب يحتاج أننا نعبر عنه فعليا حركيا جسديا نلعب معهم ندعبهم نمسكهم باليدين نحاول نعمل أشياء حركية مع بعض نشاطات معينة أحاول بقدر الإمكان كل يوم كل يوم إذا أنا ما عبرت عن المفردات هذه لغويا معهم مثل أحبك يا بعد عمري وحشتوني الله يخليكم الله يعطيكم العافية ترى الدعاء بحد ذاته هذا تعبير عن الحب طول ما أنا أمشي ويدعي لهم الله يهديكم الله يصلحكم حبايبي يعيوني طول ما أنا قاعدة أشعرهم في اليوم أقلها أقلها خمس كلمات في اليوم ما هي ما عليها جمرك عادي قلوها هذه تشعرهم قديش طمأنينة وقديش سكينة تشيل عنهم غيمة الأسعات اللي ممكن ما يشوفونكم فيها مشغولين فيها ولا سمح الله برضو متضايقين تراعي خلونكم نحنا نعطيهم من كثر ما نشعرهم في هذا راح يعطونا فرص ويراعونا بشغلات معينة إحنا ممكن نكون مقصر فيها وإحنا ما نستوعبها الإصغاء نقطة جدا مهمة لهم عند لما يتكلمون يدخل عليك يبي يتكلم تقول لحظة لحظة أنا مشغول لا لا مو بالحين لا هذه أعرف أنك أنت خسرت شي كبير في موضوع التربية وموضوع أني أنا أخذ وأعطي معاه الإصغاء زي ما قلنا أعطيهم أذن للسمع أول ما يدخلون أعرف أنه يبي يقول أعرف أنه هذا فعلا موضوع مهم بالنسبة له لازم أعطي أهميتي إذا كنت ماسك الجوال أشيله إذا كنت قاعد على الجهاز اللابتوب أوقفه شغلي الآن أعطيه فرصة أن يعبه لأنه إذا ما جاء حكالي وعبر لي وأنا احتويته رح يدور بكرة غيري وهذا لأسف الشديد نلقاه بعد كده في سوليكياتهم يجون الأحال يشتكون أنه عيالنا ما يقدم معنا ما يتكلمون معنا طول الوقت بالجوالات مع أصدقائهم لكن إحنا ما نجيش عندهم إش الداخل إش تطالع ليه لأنهم فيه وقت لما احتجونا ما لقونا إحنا من الأول ما هيئنا نفسنا أنه نكون متواجدين إحنا عند الطلب والله أنتم تبوننا ما تبوننا هذا أنا متوفرين ما عطيناهم خليناهم يمسكون علينا حجة خليناهم يمسكون علينا زلة لأ خليني أنا دائم متوفرة زي ما قلت أنا مو لازم أهلك نفسي طول الوقت معهم لكن أشعرهم طالما مني أنا مشعرتهم بالحب هذا والاحتواء الكامل معناته بيلقوني بأي وقت بيلقوني بيسألون عني بيروحون لأبوهم يدورونا لكن طول ما هم ما يشوفونا إلا بس وقت الأزمات وقت الحاجة وقت مثلا الثلاجة فاضية ما فيها أكل وقت والله عندهم مشوار يبوني يستأذنون يطلعون وقت ما عندهم أحد صحابهم فيها كنت مساكها الباب ما كنت متوفرة ما عطيتهم إذني ما سمعتهم ما احتويتهم معناته أكيد أنهم راح يدورون غيري لقوا من يسمعهم لقوا من يسمعهم حتى لو مهم مأيدينهم لكن عطوهم إذن أنا هذا هي عشان كذا أقول حتى لو ماني مأيدة التصرفات اللي يسوونها أو الكلام اللي يقولونه بس أعطيهم إذن أسمع أحسن من أني أسمع بعدين من ورا من وراي والله ولدك سوى ولا أختك سوى ولا بنتك عملت لا فأليش من الأول أنا ما احتويتهم في هذا وهو كل شيء أشياء بسيطة مجرد أوقات أخصصها أنا راح يلقونها حبي دايما موجود وحبني دايما موجود مدعبتي تواجدي معهم في نوعية ألعابهم اللي يحبونها كل هذا راح يلقونها قعدتنا أهم نقطة كمان إحنا بعرضوا عشان تصارع الحياة وسرعتها والإنترنت وهذه الأشياء ووسائل التواصل الاجتماعية اللي متعددها زخم المدرسة وزخم الأعمال ممكن تخلينا شوي نبعد لكن على الأقل نحاول نحرص أنه نكون إحنا متواجدين معهم لو في وجبة وحدة وهذه أنا دايما نركز عليها وجبة وحدة في اليوم إذا ما كانت فطور على الأقل نخليها غداء ولو ما كانت غداء أخليها عشاء هذه الوجبة شروطها أنه كل أفراد العائلة يكونوا مقاعدين كل أفراد العائلة شاعلين الجوالات من يدينهم مساكرين التلفزيون يتبحثون نتكلم في أي موضوع حتى لو كان سخيف أي شيء خارج عن إطار مثلا الالتزامات مثلا ما يقعدون يحكون لي واجباتهم اليوم مش طار عليها ما يقعدون يحكون لي عنه لا أشياء هم يحبون يتكلمون ها اليوم وش لعبنا وش مخططين إن شاء الله نسوي في الويك اند الأشياء هذه تجمعنا وش حابين نسوي نشتري مع بعض وش اللي ناقصنا الاحتياجات ها يا ماما أنت حاسة اليوم في شيء عندك مشكلة نخليهم نفتح لهم الباب مفتوح أنا أذكر مثلا إنه والله شفتوا صارت لي كذا كذا سالفة كلمت جددكم ذاك اليوم وقالت لي كذا فالاحتواء هذا العاطفي المشاعر المفتوحة الثقة المتبادلة تساعدنا على إنه نرتبط أكثر وتزيد ثقتنا ببعض أكثر نعطي أبناءنا ثقة بيضاء من النقاط المهمة عشان ننشأ تربية جميلة وسليمة تعبر عن الحب والطمانينة لابدنا ننثق في أبلاء نعطيهم كمية ثقة طيب عشان يحسون فيها وهذه طبعا من يومهم صغار نثق في قدراتهم اللي الله حباهم إياه والمبادئ اللي أنا حابة أني أنا أشتغل عليها وأزرعها ترى الطفل عين مراقبة مو شرط أني أنا قاعد أوجه بالصوت أكثر من أني أنا قاعد أوجه جسديا هو طول ما هو شايفني ويشوف الأشياء اللي تطلع منه طول ما هو قاعد يطبقها ويشوفها بعينه ويعرف ويخزنها ويعرف متى يستخدمها فأنا أثق فيهم وأثق في قدراتهم وأعطيهم عليها ما أستصغر أكبر والله أدري ما شاء الله أنه هذا ولدي والله متحدث جميل أدخل دائما نقول ما شاء الله اليوم مش السالفة عندك اليوم ما اسمعنا لك صوت خبريبك صوتك يا سلام جميل إلعك وينك اليوم فهذه الأشياء وين ولدي المتحدث وين ولدي القادر أعرف أن فيه والله يحبي فقفك يحبي يشوف أجرب وأعطيه يقول والله أنا اليوم خرب شغلة في جوالي وقفت ما عرفت أسوي فيها ولا شي دريت أني عندي بطل من الأبطال في البيت أبخليه زي اللي يا سلام عليك فهذه تعطيهم انتصارات وتعطيهم ثقة بالنفس عالية تخلي حتى لو ما هو قادر بتخليه يقدر بتعطيه دافع أنه يحاول عشان يرضيك يحاول عشان فعلا يثبت الكلام اللي أنت قاعدة تقولينه أو الكلام اللي أنت قاعد يا أبوه يقوله كل هذه الأشياء كلها من تعبيرنا عن الحب كلها من أخذنا وعطانا معاهم تساعدهم حتى أنهم يبذلون مجهود يساعدوننا على أننا فعلا نقدرهم ويحترمونا وإحنا نحترمهم طبعا طول ما هم حاسين يعني أنا محترمته كإنسان كهيكل بشري أعطاني إياها وأنا الله سبحانه وتعالى قال كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته وكل راعي مسؤول عن رعيته فإحنا دام هذا لرب يعطينا إياهم نعمة لابد أنه إحنا هالنعمة هذه نحمد ربنا عليها الليل والنهار ونشكر الله سبحانه وتعالى عليها ونعطيها قدمة لأننا إحنا مسؤولين عنها مهبهم المسؤولين طيب نستخدم معهم هذه الأشياء طول ما أننا قاعدين عطيناهم الثقة لا يمكن ثقوا تماما أنهم ما رح يستخدمون معنا الحيل ما رح يستخدمون معنا الخداع أو أنهم يسوون التصرف الصح قدامي مجرد ما أطلع أنا ألقاهم لفه وقلبه والدنيا ليش؟ لأني أنا ما أشعرتهم بالثقة هذه من أول لكن لو أنا أشعرتهم فيه وإني أنا واثقة فيكم وحتى لو أنكم قاعدين تسوون أنا عارفتها ونحبين أن نجرب ما يعني أنه الإنسان ما يجرب بالعكس إذا ما جربوا ما تعلموا لكن المهم أنه الثقة نحن وبابنا مفتوح مع بعض نجرب مع بعض نخطي نصيب ننجح المهم إحنا في إطار واحد مع بعض ما تفاجأ لا سمح الله بأي سلوكيات صارت وإحنا ما ندري عنها طول ما إحنا منحناهم الحب والحنان وهي أكثر حاجات هما يبغونها طبعا أكثر أكثر حاجات صراحة من الهدايا أو من المشتريات ساعات الأب ويعوض غيابه طويل أو بعد عن عياله بالمهدايا والمشتريات لا يا بابا هو بالعكس وده أنك تدخل عليه وتسولف معه وتشاركه في لعبة مثلا كان يلعبها بالبلاي ستيشن أكثر من أنك أنت تجي وتعطيه الشنطة وتقول لي الله خذ الفلس اللي أنت تبيها ولا هذي لعبة أنا شريتها لك وأنا جاي لا أخو ما يبغى كذا يبغىك تقعد وتسولف معه وتعطيه قد ما تقدر من الحب والرعاية والتفهم الإصغاء أنكبر ابنك صاحبة فهذا اللي نحاول أن نركز عليه وأنا بالذات أحاول أركز عليه في حديثي معاكم اليوم كل مولود يولد على الفطرة أباواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فهذولي صلصال في يدينا وأمانة رب يعطانا إياها إحنا قادرين على أننا نسوي فيها ونقولوا فيها قد ما نقدر أول الأمر من أول ما يعون على الدنيا بسم الله عليهم لا بد أن نوفرهم هذه النقاط اللي أنا قلتها حب رعاية أمن حنان دفع تعبير عن مشاعر احترام ثقة ثقة في قدراتهم ثقة في إنجازاتهم ركز دائما على الأشياء الجميلة فيهم يعني أتهاون وأغضب بصر شوي على أشياء سلبية لأنها هي في النهاية أشياء أثناء ما هو ينمو لا بد أن نجربها فإذا ما جرب ما أخطأ وإذا ما أخطأ ما تعلم إحنا غايتنا أن نعلم ونربي ونوجه معاهم حبة بحبة ودرج درج ونقطة نقطة ما نوجه زي ما إحنا نبغى بمزاجنا لا هم مهم رسمة أو إحنا رسمناها ونبيهم يمشون عليها بتفاصيل معينة تحت دفتر أو مين يوم محددة واحد اثنين ثلاثة لا إذا غلط خلاص كسرت الحب هذا وحطيتها في الحب المشروط والأشياء هذه لا نحاول قدم ما نقدر نعطيه نجرب إحنا مع بعض نخطئ جلما لا يخطئ لكن خير الخطائين التوابين إحنا ممكن نخطئ حتى في تربيتنا وما يمنعنا نجي نتأسف ونعتذر إذا حسينا فعلا إن إحنا غلطنا ما هو عيب بالعكس أنا هنا علمت على أنه يخطئ ويعتذر ويحترم وما تقلل هذه من قيمتها بالعكس تزيدها وترفعها قدر حبوا أولادكم وحبوا أبنائكم وعطوهم الحنان دائما وأبدا حتى لما يكبرون الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل يد بنته فاطمة رضي الله عنها ما كان يرتاح إلا لما يقبل يدها هذه الأشياء تحتاج أننا نشتغل عليها زين عشان الأسرة تنشأ بشكل سليم بشكل إيجابي تمنر وتقلل عندنا أمراض كثيرة إحنا في غناء عنها مثل العنات الصراخ الضرب هذه الأشياء نحاول نقللها قدر ما نقدر إذا كنت أنا أبغى أتجه كمربي فاضل في أسرة جميلة إذا كنت أنا بأعطي أبأنتج أجيال مرتاحة نفسيا لابد أني أنا أحاول قدر الإمكان أبعد عن الضرب أبعد عن الصراخ أبعد عن الصوت العالي أبعد عن تقليل أو النقد أبعد عن المقارنة أحاول قدر الإمكان أني أوفر بيئة سليمة مليانة بالحب مليانة بالاستشعار بالأمن مليانة بالاستقرار النفسي قبل ما يكون الاستقرار البيئي طيب الاستقرار النفسي من داخلي أنا حني عطيتك حب وعطيتك حنان وعطيتك مداعبة وعطيتك وقت وعطيتك ثقة لابد أني أنا أفسرها زي ما قلت أنا سلوكيا وحركيا عشان نقدر نطور من مهارات عيالنا وننشئ جيل سليم بإذن الله خالي من الأمراض خالي من الإضطرابات النفسية حبوا الحياة كلها حب حبي ولدك حبي بنتك حبي عيالك حب حت تحت زوج إذا أنت ما أشعرتي كمان ترى بالحب ترى هذا بينعكس بعد العيالك قدر ما تقدرون أعطوا هات وخذ زي ما يقولون لكن بشكل إيجابي مو معناته حين كلامي تقولون كثر ما نحبهم أخافي الدلالون ويقربون لا في الحب أنت قادر أنت كمربي قادر توازن بين الدلال المفرط اللي ممكن يخليهم يعتمدون دائما وأبدا عليكم وغير أني أنا أعطيه أحبه ودلله حقه ياخذه طيب أعطيه حب وحنان لكن أنا عارفة في أشياء ثانية في أمور التربية لها توجهات ثانية ولها أساليب للتعامل وتصحيحها بطرق أخرى لكن الحب هذا الحالة ما لخص أنا أحبه قدر ما أقدر وأعطيه قدر ما أقدر لأنه حقه أنا ما زلت أبغى الحب من أبوي من أهلي من أخواني من زوجي فما بالك في طفل وأبناء يحتاجون برضو الحب نعطي ونحب بالمقدور اللي إحنا عارفينه زين اللي فعلا ينشئ تنشئة سليمة ولا ينشئ تنشئة سلبية نفكر بحبنا الجميل الحب النفسي القادر على أنه إنشاء أسرة مستقرة أسرة خالية إن شاء الله من الأمراض والإطرابات النفسية السلوكية عند الأطفال وحتى عند المراهقين المراهقين زي ما قلت أبيكم تركزون على الحوار تركزون على الاحتواء تركزون على السمع والإصغاء عشان ما تضايقون لما يروحون دغيركم ولما لا سمح الله ينحرفون بسم الله عليهم لأنهم إحنا أنشأنا شخصيات ضعيفة شوي قدرت تأخذهم المداخلات اللي برة وضغوطات اللي برة والتأثيرات اللي برة وتأثر عليهم أنا ما بي أبي التأثير هذا يجي من عندي أنا من بيتي من أسرتي أبيهم أحتويهم قدر ما أقدر أعطيهم قدر ما أقدر لأنهم في النهاية أمانة عندنا لابد أن إحنا بإذن الله نكون قد الأمانة هذه وقد المسؤولية فهم اللي إن شاء الله بإذن الله راح يدعو لنا طفء ولد صالح يدعو لك فإذا أنت تبهى الولد الصالح لابد أنك تشتغل على هالإصلاح لابد أنك أنت تشتغل على أنه فعلاً يدعو لك ويأخذك إن شاء الله بالجنة بإذن الله تدخل الجنة بسببه أعتقد أني إن شاء الله بإذن الله وفيت جزئيات لو جزء بسيط من منابع أشياء كثيرة في أساليب التربية أرجع بس أقول أنه نركز على عشان نحصل على أسرة أسرة سليمة طيب خالية من قدر الإمكان من الإطرابات والأشياء النفسية اللي إحنا نحاول نتجنبها لابد أن نوفر أنه تكون البيئة قائمة على الحب والاحترام المتبادل بيئة قائمة على الحوار والإجابة على التساؤلات كثر مكانة التساؤلات وأي مكان نوعية التساؤلات حلو إن الأطفال والأبناء والمراهقين يخذونها مننا إحنا ما يخذونها من برة حلو إن نوفر بيئة تربي على أتحمل المسؤولية زي ما قلت لكم أنا طبعا في حمار معينة كيف أننا نبدأ أننا نشتغل على أنهم يتحملون مسؤولية جزئية معينة في الحياة تساعدهم مستقبلا على أنهم يواجهون ضغوطات الحياة بشكل سليم ونفسي رائع بيئة تحمي أو إنه بيئة نحاول قدر إن كان نوفر بيئة خالية من قدر ما نقدر من المقارنات هي هذه اللي تكسر المجدي في شوي زي ما يقولون فما تقارنين لا تقارنين أصابع يدك مو زي بعض حلو فمحاول من إننا ما نقارن عياننا في بعض ما نقارن عياننا بعيال الناس ما نقارن وهذه للأسف الشديد تدخل شوي في تربياتنا نحاول إننا نتفادى الأشياء السلبية زي ما قلت أنا في تربيات معينة وفي بيئات معينة ونحاول من قدر الإمكان أن نوفر بيئة خالية تماما من المقارنات نحاول نوفر برضو بيئة تتجنب الانتقادات لا تنتقدين السلوك لا تنتقدين الإنسان عفوا إلا أن تقدي أوكي السلوك وجهي نظرك حول السلوك اللي صار وعطيه عقابات معينة أشياء تعامل معها بطريقة بطريقة إيجابية ثانية اللهم أنه الآدمي هذا أو الفاعل اللي قام بالسلوك هذا ما لخص هذا ولدي نبعد عن فصلة الحب المشروط زي ما قلت أنا نحاول نوفر بيئة تربي بيئتي هذه السليمة النفسية أنا قاعدة أربي فيها وهيئ فيها مواقف حياتية في حياتنا عشان يتعلم المهارات هذه زي ويكون قادر على أنه يشتغل عليها بشكل جميل بيئة تتبع الفرص تعطيك فرص نحاول نوفر بيئة فيها فرص للتعبير عن الذات طول ما هو قاعد مثلا نخلي إذا كان طفل مثلا إن شاء الله متحدث جيد نعطيه فرصة أنه دائما يجمعنا وقت معيم قبل الغداء بعد العشاء قبل النوم يقرار لنا قصة أساعد على قدرة التعبير قدرة الحديث يوصف لي المشاعر من خلال ما هو قاعد يحكي طفل والله يحب يرسم يبدع أطور مهاراته هذه وأشتغل أنا وأثني عليه دائما فيها هذه كلها راح تساعدني طول ما أنا وفرتها في بيئة راح إن شاء الله بإذن الله نحصل أسر جميلة نفسية خالية بإذن الله بإذن واحد أحد من المشاكل اللي قاعدة تعترضنا الآن شكرا جزيلا على حسن استماعكم وعلى متابعتكم ومشاهدتكم ومشاركاتكم أيضا أتمنى إن شاء الله أني أنا قدرت لو بجزء بسيط أنور لو جزء بسيط برضو من التربية اللي هي طبعا بحر من البحور لو أشعلنا شمعة اليوم نحتاج أنه نرجع نشعل شموة كثيرة نحتاج أنه نرجع لأسرنا ونشوف اللي إيش اللي إحنا قاعدين نشتغل فيه إيش اللي قاعدين عايشينه نشتغل عليه بشكل جميل إيجابي سليم يريحنا ويريح عيالنا مستقبلا وهذا اللي إحنا نطمح له نطمح أنه ننشئ أجيال جميلة صاعدة تنهض بهذه الأمة بإذن الله على الخير والبركة بارك الله فيكم وسامحوني إذا أنا طولت عليكم أي سؤال أي استفسار أتمنى أنكم ترجعون لجمعية إشراق وهي بإذن الله رح توصل لي الأسئلة ونقدر نجاوب عليها في وقت آخر